نهاية الأرصاد بتتوقع أن بكرة الحد هيكون التقص حار نهارا على الكاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على جنوب سينة وجنوب الصعيد ومعتدل راطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل الحرارة راطب على باقي الأنحاء ويكون طبعا فيه نشاط للرياح نشاط الرياح ده بيقلل شوية من أحساس بحرارة الجو تحديدا في ساعات بالليل لما بيكون فيه رياح شوية بنحس أن الجو كده يعني فيه نسمة هوا طبعا ده بخلاف اللي بيكون في ساعات النهار كلنا عارفين بتكون يعني الشمس شديدة درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير ما فيش رياح فبيكون فيه زيادة في الأحساس بالدرجات الحرارة اللي بيزود كمان أحساس درجات الحرارة هو الرطوبة أو نسبة الرطوبة في الجو كل ما زادت هذه النسبة كل ما إحساسنا بالدرجة الحرارة بقى أعلى ممكن يصل ليه درجتين أو أربع درجات كمان نتعرف على التفاصيل خاصة بتوقعات التقس وينضم لينا على تليفون دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أهلا بحضرتك يا دكتور مساء النور على حضرتك خلينا نبدأ في البداية دكتور بالتوقعات الخاصة بالأمطار هل فعلا في بكرة أمطار هتوصل لحد أنها تكون أمطار عضية في حلايب وشلاتين ومارسة عالم؟ بالفعلا يمكن احنا بننوم من منتصف الإسبوع الماضي على وجود فرص سقوط الأمطار وبالفعل أمس واليوم تفاصلت السحب المتوسطة والمتوسطة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد زي حلايب وشلاتين بعض المناطق كمان من جنوب سيناء زي شمال سانسة كاترين بعض المناطق من أقصى جنوب السعيد زي المظر الملاحي وكان أخرى فرص سقوط الأمطار الخفيفة واللي كانت أمطار رعبية متوقع إن شاء الله استمرار فرص سقوط الأمطار إلى يوم في الثلاثاء القادم يمكن كمان غدا نتبأظروا فرص سقوط الأمطار نتيجة طبعا وجود فرق ضربات حرارة كبيرة بين سطح الأرض وصبقات الجوال العليا هتكون أمطار رعبية يعني صاحبها ضربات الجرق والرعب لكن الأمطار نفسها هي أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية ومع طبعا الصحب الرعبية ممكن نلاحظ وفور نشاط يح مصير الرمال والأسربة لكن نأكل إن الأمطار الموجودة في جنوب البلاد على الحضور هي أمطار غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية لكن المناطق الشمالية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الواجه البحر لشمال السائل بتشهد استقرار تمت لأحوال الجوية فكمان ضربات الحرارة في ليل هذا الأسبوع يكون أقل بحوالي درجة من الأسبوع الماضي لأن متواصل ضربات الحرارة مدلة 34 و35 على القاهرة الكبرى طبعاً تماماً نحن في شهر ثمانية ده زروة ارتفاعات نسا بالرطوبة ففي ارتفاع كبير في نسا بالرطوبة لأنه يخلينا لسه بالحز بالأجواء الحرارات بفترة النهار المائلة للحرارة وفترات الليل لكن الحمد لله في نشاط وياحك ده بحضة ثلاث فترات المساء مزبوط طبعاً من المناطق الشمالية بنأكد أنها مش هتخذت بأي فرص بسفوط الأمطار لأنه نحن بي أمطار بدأنا نعتقد عليها في الثنوات الأخيرة لكن المناطق الشمالية نحن نستطيع فيها في حوالي دور طيب دكتورة منور كده لو كلمنا برضو سريعاً على درجات الحرارة المتوقعة المفهوض اللي أسبوع دوت أو غداً يعني ممكن نبتدي من غداً ونقول لسادة مشاني كده درجات الحرارة المتوقعة سواء كانت اللي هي المفروض اللي أنا أحس بيها أو درجات الحرارة الفعلية طب خلينا نقول الأول مناطق اللي تبقى أقل درجات حرارة هي مناطق مصلة على البحر أو متواصف ومتواصف درجات الحرارة خلال هذه الأسبوع هتكون بين الـ 32 و 31 درجة مقاوية درجة الحرارة المقاصة في الزل إيه المحسوسة وتبقى طبعاً يعني أعلى من القيم دي بحوالي من درجة 2 لأربع درجات يعني المحسوسة تصل لـ 35 درجة مقاوية على السواحل الشمالية القاهرة الكبرى متواصف درجات الحرارة من الـ 34 و 35 درجة مقاوية درجة الحرارة المحسوسة للمواطن هي حساها تصل لـ 38 و 39 درجة مقاوية بحفظات شمال السعيد منيا وأسود درجة الحرارة تصل فيها لـ 38 و 39 درجة مقاوية بيها المتخصصة في الزل المحسوسة طبعاً تبقى حوالي 40 درجة مقاوية أما بحفظات جنوب السعيد درجة الحرارة عن حصة الضل أو الأرض ما تكون 42 درجة مقاوية المحسوسة تكون 43 درجة مقاوية طبعاً درجة الحرارة المحسوسة تختلف قيمتها من منطقة المنطقة على محسوسة طبعاً ارتفاعات نساء برطوبة والطبيعة لكل منطقة يعني المناطق استحالية نساء برطوبة تبقى فيها أعلى تصل لـ 95% على المناطق استحالية على الكهيرة الكبرى نساء برطوبة نشكرك يا دكتور على يعني توضيح كل التواقعات الخاصة بحالة التقس كنت معينا دكتور منارغ غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوي بنشكرك شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر